افتتحت في جامعة مؤتفى عليات منطقة أصدقاء الأمن والسلامة الوطنية الذي ينظمه أو تنظمه مركز السلم المجتمعي في مدرية الأمن العام والأمن الوقائي في عمادة شؤون الطلبة في الجامعة تحت رعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة وكان قد أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة أهمية السلم المجتمعي في الوطن العزيز لافدا إلى أن على الجامعات كمؤسسات علمية ومعرفية رائدة أن تكون الحاضنة الفكرية الداعمة لتحقيق الأمن الوطني بكل أبعاده كما أشار رئيس مركز السلم المجتمعي في مدرية الأمن العام المقدم فادي الزعبي إلى أن عقد الملتقى الطلابي أصدقاء الأمن والسلامة الوطنية في جامعة مؤتا يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في تحقيق السلم المجتمعي ومكافحة الفكر المتطرف بكافة أشكاله وصوره لافتا إلى أن هذا الملتقى هو ثمرة تعاون وتشارك بين جامعة مؤتا ومديرية الأمن العام هذا الملتقى الطلابي لوضع الشباب في صورة المتغيرات والظواهر الغريبة والتي تدخل على مجتمعنا سواء ظواهر جرمية أو أفكار متطرفة دخيلة علينا نضحهم في صورة هذه التطورات حتى نقيهم ونحصنهم من الوقوع في براثم الجماعات أو التنظيمات أو اللي يريد بهذا البلد شررا لتحقيق الأهداف المتوقعة من نتائج هذه اللقاءات المميزة وانخراط الطلبة سواء كانوا في الجناح العسكري أو الجناح المدني لتنفيذ مخرجات هذه الندوات التي ستصب إلى آليات محددة موسيقى موسيقى موسيقى